السلام عليكم وحسن ثاني يشخص ويحل رموز اللوحة المغربية المتبكة ويسردها بطريقة تدعو الإعجاب وفوق هذا الشيء كامل هذا الكتاب فيه اعترافات والتي بحالها في هذا العصر نادرة خاصة من الزعماء اللي خارجين من دائرة الفلك الغربي المحاور إيريك لورانت يقول تلقيت بمالك المغرب أول مرة في شهر مارس 1992 تلقيت بيب مناسبة واحد الحادث الصحفي وبالرغم أنني كانت تابع قضايا السياسة الخارجية من هذي 21 عام تقريبا إلا أن اهتمامي بالشؤول المغربية كان حصل هذك الوقت محدود وكان وجوج حواج ما كنت تفهموش ليه اللولا العلاقة المضطربة الغامضة العامرة بالفوتور في أغلب الأحيان بين فرنسا والمحمية السابقة المغرب والثانية شخصية المالك العلوي المتيرة الجدال متيرة لدرجة أنه في باريس ما فاهمين واله في شخصية دياله وتشوفوا أنه تتير في نفس الوقت الرضا البالغ والعداء الممنهج دكش يعلاش أي صاحفي نازيه بغيكتب بموضوعي في هذا المجال لا بد بش يطيح في حق الملغوم وغادي يجبدي على راسه صداع من الجانبين إما كتوجه ليهتهم التقاعوس أو التواضع بعد اللقاء ديالي بالحسن الثاني لمدة ساعتين توادعنا وماكنش عارف بالليل حديث معاه ما زال غا تكون فيه باقية حتى الشهر يونيو غايت تصل بيه أحد المقربين من ماليك المغرب وقال لي يخصك تبشي الإفران عند الحسن الثاني سين عنده بش تهضر معاه من شروع الكتاب في الحقيقة بنت لي الفكرة مغرية وخطيرة في نفس الوقت وحتى الإنجاز ديالها ستكون بالصعوبة بما كان في إفران الحسن الثاني ستديني معاه في جولة الواحد الحوض ديال تربية الأسماك مشينا من القصر المبني في وسط غابة أشجار الأرز مشينا بالطوموبيل كان هو اللي سيقها وكنت أنا قلز حداه فهذه الطريق العامرة بالفيراجات هدرنا حول الشكل ومضمون الكتاب وقلت ليه هاد الكتاب راما غا تكون عنده ولا أهمية ولا مصداقية إلا إلا تطرقنا فيه جميع القضايا حتى الشائكة منها المالك جاوبني وقال يمكن أن تطرح علي أي سؤال بغيتي وقال لي أن أقرأ الكتوبة التي كتبت على حرب الخليج وبسببها اختارني حيث بغى محاور محايد ماشي محاور حاقد أو لشي لحاس الكابة وقتارح جلسة العمل تكون في الشراغوش ومع ذلك مني رجعت الباريز ما كنت مقتنع 100% بإمكانية إنجاز هذا المشروع في إيرادات المالك لكن كنت واشق أنه بعد المل محيطين به سيشيروا عليه كي ينسى الموضوع سيقدروا يحضره من مخاطر نشر الكتاب ويحاولوا يقنعوا كي يتخلى على الفكرة رجعت للرباط في 9 دقش وفي عشرة سيستقبلني الحسن الثاني في الوحدة العشية المدة قسيرة في قسر الصخيرات على البحر كنت جايب معي مخطط عمل مضبوط ومدقاق غير أن الهدرة الحسن الثاني زادت خلعتني وشرح لي أنه حاليا رام شغول في إعداد دوستور جديد وكذلك مقبيل على تغيير الحكومة هذي أيام دكشي على شهد الحوار دينا يجب أن نأجلو الشيامات هذا أربع أيام معي طولية ومن ثم مولت اللقاءات دينا من تادمة هذا النظام فجأة الموحيتين بالمالك حيث معروف عليه أنه لم يكن لديه الروتين اليومي كون نهار مع الجوجونس كانت نمشي القصر الصخيرات وفي الثلاثة كانت تطلقوا تحت واحد الخيمة وعوتاني في العشية كانت نمشي عنده القصر ديال الرباط كانت سنة تمة حتى تقولوا لي يدخل عنده مع التسعو دونس لقاعة العرش اللي كانت هي المكتب دياله الحسن الثاني كان في ظرف بدل ساعات تغير المظهر دياله كليا بعد الزوال كانت تلبس اللباس الأوروبي وفي الماساء تحيده وتلبس الجلابة المغربية وتهز التسبيح وهذا شي تعكس إزدواجية الشخصية والاختيارات دياله المالك المغرب صاحب التقافة الغربية بقى محافظ على الجدور المغربية والإسلامية وكان بارع في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة كانت قاع اللقاءات ديالنا في رادية بسيتنا لقاء واحد ولا جوج كانت قلست قدامه وما عمر قال لي ها علش غنهدره ولا الأسئلة اللي كانت طرح كانت عندي الحرية المطلقة وما عمرو تهرب من الجواب على شي قادية ولا اعتارضني إلا مرة واحدة اللي كانت طلبت فيه منه وباش يرسم لي معالم شخصيات أفقير ورد علي بأنه ما غادش يقدر يكون موضوعي وغيرسم لوحة رديئة اللقاءات ديالنا تواصلات حتى النهاية شهر غوش ومن بعد رجعت عوتاني شيامات بشهر شو شنبير أي استجواب إلى الصغرق قاع هاد المدة تولي صعب حيث خلال هاد الجلسات تقدري تولد نوع من التواطئ اللا إرادي غير المعبر عنه بين الطرفين علامتي داد قاع هادك الأسابيع بل هي أن الحسن الثاني ماشي من نوع ديال الشخصيات اللي يمكن تحدد المعالم ديالها في بعض الأسطور المالك بيين أنه ديما على إلمام واسع بالقضايا اللي هدرنا عليها وبرهن على تماسك سياسي منطقي السيد عنده نظرة واضحة وصارمة لدور دياله والمستقبل ديال بلاده مرة تتذكر ومرة يعود ومرة تحلل وفي الأغلب كان بارع وكانت يحل بيبان كتأدي الكشف عن حقائق مدهلة ذاك شيء لاش نقدر نقول أن أي رئيس دولة ممارس عمره وصل للنيفو اللي وصل ليه الحسن الثاني فهذا الكتاب قدرت باش نطرح قاع الأسئلة اللي كنت بغي نسولو عليها واللي كنشعر بأنه من الواجب ديالي نطرحها سؤال انتوما يا صاحب الجلالة من مواليد 1929 شنو هي الأحداث السياسية اللولة اللي كان لها واقع في النفسية ديالكم أنا تأترش بجوج أحداث الحدث الأول داز في لمحة عين كان دكشيف 1937 وكانت عندي 8 سنين كنت معا بباف زيارة الباريس وكانوا جاو صحاب الماطر باش يسكورتونا من أوتيل ليغ نوار من فونتين بلو الباريس وعلى طول الطريق كانوا مدورينا رجال دراجات نارية وكان عقل أن بيهم قدرنا ندخلوا دغيال العاصمة باريس كان جاني واحد الشعور بحلي لا تنعيش في الخيال كانوا الزناقي وشوارع باريس خاويين إلا من البوليس اللي كانوا واقفين واقفين في بعض البلايس الاستراتيجية من وصلنا لأوتيل كاربون قلت لوحد المسؤول يقول لي شنو طاري قال لي وعلامات القلق عليه أن حركات اليسار غتنظم مظاهرة كبيرة لجئيد حكومة الجبهة الشعبية وغتكون مظاهرة مضادة من أحزاب اليابين وهكذا كتشفت واقع سياسي ما كنتش كان عارفه من قبل أما الحادث الثاني اللي اقتر فيه كذلك فكان في 1940 شفت بابا أول مرة في حالة قلاق كبيرة كان الساعة الخمسة ديال العشية مني سمعنا في الراديو خطاب المارشال بيتان واللي طلب فيه ضرورة توقيع اللهودنة كان بابا تي لعب ماتش ديال تينيس حبش الماتش ومشى المقار النادي اللي كانوا فيه مجموعة ديال الفرنسيين قلسين وهما تيبكيو باتصدم من هذاك القرار أما أنا فعرفت أنك باللي ضربات فرنسا كانت بالتأكيد كانت مثل ليه حزن وعاميق سؤال وش ما يكونش محمد الخامس فكر هكذا وهو تيقول في نفسه باللي من الأسهل عليه يتفاوض بشأن مستقبل المغرب مع العلمان بلس ما يتفاوض مع البلاد اللي فرضت عليه الحماية هاد الفكرة إطلاقا قاع ما دارت فرس الواليد وشفتو مني يسمع الخبر دار يدع على رأسه وهو يتساءل شنو غادي ترى البلادي كيفاش غا نقدر نتفاوضوا عوتانيم جديد مع الألمان بخصوص هاد الوضع القائم اللي فرضت الحماية وطيلة فترة الإحتلال الألماني الفرنسا كانت اللجنة ديال الهودنة في الدار البيضاء هاد اللجنة في واحد النهار بغاوا الأعضاء ديالها يزوروا القصر ديالنا في الرباط لكن الواليد أطاهم موعد في واحد السبت وفي الجمعة قبل هادك السبت كان مشاء الدار البيضاء يدوز فيها عطلت نهاية الأسبوع ومن يجات هديك اللجنة لقات القصر الخاوي من جي آخرة خاصكم تعرفوا أنه لا سبيل مقارنة بالجنود المغاربة اللي حاربوا في فرنسا والجلون ديال البلدان المستعمرة الخراع فالجنود المغاربة مشوا الفرنسا غير بسبب النيداء اللي وجهه الواليد وتقال بعد الصالة ديال الجمعة في قاع المساجد ديال المغرب اللي دعا فيه المغاربة لجنيد القتال مع فرنسا دكشي علاش كان محمد الخاميس رئيس الدولة الوحيدة اللي منحه الجنيرال دوغول ويسام رافق التحرير سؤال واش كان محمد الخاميس بهدك الدعم كيتتوقع انه غير غا تسلي الحرب تفاوض بشأل الحماية غايكون اكتر سهولة واش كان واتق من الفرنسيين لهات درجة؟ الواليد اللي يرحمه كان انسان صابور ومهما كنت انا صبار عمار صبري غايوصل الصبر دياله لكن الواليد ما كانش متفائل بحالي كان انسان واقعي واقعي ديال بالصح ومؤمن بالعدالة الالهية وبزاف ديال المرات قلية بانه ميمكنش فرنسا بعد هاد قاعد تضحيات والمساعدة في تحريرها ما تسمعش لينا وتفهم المطالب ديالنا لكن في الحقيقة غير واحد في فرنسا اللي اصدقى عجل وهو الجنيرال دوغول في 1944 غيتم التعبير الاول مرة بواسطة عريضه على المطالبة بالاستقلال وكان الرد قمعي ودموي قادو السافير بيو اللي كان في ذاك الوقت هو المقيم العام في المغرب هدا في الوقت اللي كان الجنيرال لوكلير والفرقة المصفحة التانية مرابطين افتمار ضواحي الرباط سؤال تيقولوا ان هاد الفرقة المصفحة التانية دخلت باش تدعم عمليات القمع الجواب لا هاد الفرقة قعمت دخلات حيتي بيو تتصل بلوكلير وطلب منه الدعم والمساندة وكان جواب لوكلير انا ماشي هنا باش نمارس القمع زائد ان المغرب استضفنا على ارضه باش نتدربوا على الحرب وعندي بزاف ديال الدوباط والتلاميذ في الفرقة ديالي وهكدا ارفض الجنيرال لوكلير وعارض باش يشاركوا الجنود دياله في عمليات الحفظ على الامن حتى لو كانوا بلا سلاح سؤال وشنو كان الموقف ديال الجنيرال دوغول في 1945 مباشرة بعد تحرير فرنسا سفرنا لها بلاقلوار كان العمر ديالي 15 عام قاع هاديك المودة اللي دامت يومينونس بقيت في البيت ديالي بوحدي في السفينة كانت صخف واحد المودة كيرة فيها 40 صفحة بيدي كانت المودة كيرة قدتعلق بمستقبل المغرب وكان الوليد بغي يعطيها الجنيرال دوغول هاد المودة كيرة اللي تكتبات بمساعدة اقطاب الحركة الوطنية اللي كانوا مازال ما تشدو كان ضروري كان واحد ما يعرف خطهم داكشي علاش تعطاتني مهمة النسخ كنت بحلش تلميد تعطاته عقوبة مدراسية او كانت تلقى بسرعة خارقة درس عظيم في مادة التاريخ كانت الايقامة ديالنا في قصر تاليران والمعروف بالقصر الوردي في شارع فوش في باريز ثم غاد يعطي الوليد المذكرة لدوغول بعد مسالة النسخ دياله الجنيرال دوغول قال لوليد جلالة المالك في الوقت الراهن انا غير رئيس ديال حكومة مؤقتة الجمهورية ومني غادت تعطاني المسئولية ديال الامور فكونوا على يقين انني غاد ناخد الاعتبار لهاد المذكرة ومع ذلك غاد نبرهل لكم على صدق النية ديالي طلبتو يا جلالة المالك تلاتة ديال الحويش اللولة باش يمشي الجنيرال بيه وبحاله وبعد ايام غاد نجري عليه التانية بغيتو على الفاسي ومحمد بالحسن الوزاني يرجعوا من المنفى دياله وانا تنوعدك انه بعد اسابيع غاد يكونوا عندك اما التالتة فطلبتو اطلاق صراحة الحاج امين الحسيني مفتي القدس بعد اما التعامل مع الالمان طول قاع الحرب الواليد غايقول ليه انا ما تنعرفوش شخصيا لكن هو ولد عمي والمكانة دياله الدينية مرموقع وفرنسا ما عنداش شي مصلحة تعاقبو داكشي علاش تطلب منكم تعفوه ليه والجنيرال دوغول رد عليه لكم ما طلبتم جلالة المالك سؤال واش كاش اعتقدو ان المغرب كان غاياخد الاستقلال دياله بالزربة كون مقا دوغول في الحكم هاد الشي ان شاء الله قد نشوفوه في الحلقة المقبلة دائما الخبار فراسكم تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة